أقيم بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس معرض ومنتدى للجامعات الماليزية بمشاركة ست جامعات ماليزية وذلك بحضور وزير التعليم التقني والفني والمدير التنفيذي للمجلس الاستشاري الماليزي والمدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ولفيف من الشخصيات المهتمة بالحدث حيث أعرب الوزير أن المعرض والمنتدى يعكسان الحياة المستقرة والآمنة داخل مدينة طرابلس ودولة ليبيا بشكل عام وأن هذا التجمع العلمي يساعد على تعزيز العلاقات التعليمية وتطويرها بين البلدين الشقيقين نحو الأفضل اليوم نفتتح المنطدى معرض الجامعات الماليزية والتي يهدف منها تعريف الجامعات الماليزية وتسهيل إجراءات طلب الليبيين وحصول على التأشيرة والإقامة لأنه كما نعلم أن أغلب الطلبة يختاروا في الساحة الماليزية تكمن أهمية الملتقى في تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة ماليزيا خاصة في مجالات التعليم التقني والفني لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير مؤسساتنا التعليمية لحقيقة هذه المبادرة لتكوين علاقة علمية وتقافية وتعليمية ما بين دولة ماليزيا وقد كان الجانب الليبي حريص على أن تكون ماليزيا من ضمن الدول المستهدفة نظر إلى أن لدينا طلاب ونتمنى أنهم يذهبوا إلى مجتمعات إسلامية قريبة منهم في العادات وفي التقاليد أيضا حتى نمط المعيشة بالإضافة إلى أن دولة أثبتت نفسها في المجال العلمي والتعليمي والصناعة وخلال مراسم الافتتاح وقعت وزارة التعليم التقني والفني اتفاق تعاون وشراكة مع المجلس الاستشاري الماليزي ينص على دعم البحث العلمي بين الطرفين وتسهيل إجراءات دخول الطلبة الليبيين الراغبين في استكمال دراستهم العليا في الجامعات الماليزية اشتركوا في القناة